السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميدي في سنة الثالثة متوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لم يشادوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم شوفوا ملخص شامل لجميع دروس التاريخ للفصل الثالث وشروع معنا شامل معنا جميع دروس التاريخ سواء لا تحلي في الفرطة على الفصل الثالث ولا اختبار الفصل الثالث رح تكون في هذا الملخص طبعا للأمناء أبنائي الملخص هذا تعليل الأستاذ الغني عن التعريف فوزيء بالعيدا عندها أستاذ يدير ملخصات التاريخ والجغرافية والمواضيع تعوي ما شاء الله أنا الدور التعليل هنا أني أبنائي نفهم لكم باش هكذا نكونوا فهمين دروسنا وطبعا الحاجة اللي قدرنا نفهمها نفهمها ونعبروا عليها كما مداري نعودكم نعبروا عليها مثلا بلغة سلمية اللغة تكون صحيحة خالية من أخطاء واللي لازم نحفظها نعطيها لكم بقلم راصص نحوط لكم عليها إذن يلا أبنائي بدون إيطالة نبدأوا بالدرس الأول اللي هو عوامل قيام النهضة الأوروبية وشنو معتها كلمة النهضة أوروبية احنا نشوفوا وشنو المفهومتها معتها أوروبا كانت في عصر الظلمات كانت كما احنا نقوله جيحة ومبعد نهضة اوب ضربوها كما نقوله الحي وطفاقت هذك هي وشنو معتها النهضة الأوروبية هي التطور الذي عرفته أوروبا ما بين القرنين 14 و17 في جميع المجالات سواء الدينية الاقتصادية التقافية السياسية العلمية إلى غير ذلك هذا مشيشة أنكم تحفظوا ميخينا عارفوا قامل هذك اللي تخلص بتا 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 إذن مش لازم عليها نعرف النهضة أوروبية هي تطور أوروبا ما بين القرنين 14 و17 في شتى المجالات يلا هذه هي التعريف واقع أوروبا قبل النهضة يلا كيفش كانت أوروبا قبل ما تنهضها قبل ما تفيق سيطرة النظام الإقطاعي وتأثيره على المجتمع الأوروبي ظهور الطبقية وتأثيرها السلبي على الحياة في أوروبا تفكك أوروبا وظهور قومية جديدة فرنسا إنجلترا إيطاليا تدهور الجهاز الديني اللي هو الكنيسة إذن يلا نحكيها لكم حكاية أبنائي بشها كذا تفهموها أوروبا يعني نبدأ لكم إحنا كي كنا الإسلام في عصر يعني الذهب تاعه كنا على أوج العلوم ما شاء الله في الدين ما شاء الله كنا كلش ما شاء الله العكس أوروبا كانت في عصر الظلمات اللي هي هذا وش كانت أوروبا تعاني؟ تعاني من الفقر تعاني من البطالة عندها الكنيسة هي اللي تحكم ما عندها أي واحد والكنيسة وشنو معتها تحكم الدين يعني هدوك البابا تاع الكنيسة إلى غري ذلك ديرين الدين على حسبهم هما ما شاء ما كاش كتاب منزل ولا يتبعه لا كانت يحكموا من رأسهم وإي واحد يخالف الكنيسة رحت عليه إذن يلا كانت كذلك ظهور طبقية وشنو معتها طبقية؟ هي كيين البرجوازيين والأغنية جدا ولا الطبقة الفقيرة المتقعة ما كاشها كمتوسط كانت فرنسا إنجلترا إيطاليا معروفين باللي يحكموا في كامل أوروبا معتها كما احنا نقولو حقرين دول مجاورة مفهوم؟ إلى غير ذلك معتها كامل هذا كان قبل النهضة الأوروبية إذن يلا كيفاش حتى ملا ناضوا كيفاش وحدهم حتى فاقوا إذن يلا عوامل قيام النهضة الأوروبية يلا نكتشفوا كيفاش ناضوا ألف الحضارة الإسلامية التي تتمثل في احتكاك الأوروبيين بالمسلمين عبر عدة منافذ مثل الترجمة البعاثات الطلابية وغيرها معتها أولا نحتكوا بالإسلام اللي كان قلنا في العصر الذهاب تاعه ولو يدع لنا الترجمة يدع لنا العلوم يدع لنا الفيزيك الرياضية وغيرها إحياء التراث الأوروبي القديم اليوناني معتها حاولوا أن يعودوا يولون الأصل تحم تراث الحروب الصليبية وتتمثل في دعوة الكنيسة إلى شن حمالات على فلسطين التي كانت سببا في استغلال كنوز الشرق معتها بداوت الحدوب اللي راحوا شنوا حروب صليبية طبعا تعصى للمسيح وين في فلسطين ولا نقدر نقول عليها في الشرق الأوسط لاستنزاف الكنوز فيها لو عمتها طلعوا بها كل كنوز تعتمى فتح القسطنطينية وتتمثل فيه جهة العلماء من القسطنطينية إلى أوروبا وإعادة إحياء التراث الأوروبي القديم معتها القسطنطينية كيها كيك سقطت وش يعني الدوب من عندها العلوم يخي احنا نعرف بلي القسطنطينية كانت منبع العلوم إذن ندوها يلا كذلك عندنا عامل وحدوخ اللي هو الكشوفات الجغرافية وشنو معتها كشوفات جغرافية هي رحالات بحرية لازم تكون بحرية قامت بها الأوروبيون في الواحد وخمسين ميلادي معتها كان يقوم الأوروبيون يخرجوا معهم مشوينهم يروحوا لسنسيلي يكتشفوا مناطق يكتشفوا جزر بلدان جديدة قارة جديدة وغير ذلك هذا أدى إلى ماذا؟ أدى إلى اكتشاف طرق تجارية جديدة وقارة أمريكا مالغري قارة أمريكا لم تكتشفوا إنما قلناهما داروا في بلهم باللي اكتشفوا لأنه حاجة نكتشفى معتما فيهش سكان استعمال تقنية متطورة كالبوصلة والأسترلاب والاستفادة من الخرارات الجغرافية الإسلامية ظهور الحركات الاستعمارية التي استهدفت بلدان إفريقيا وأسيا معتها هذه الكشوفات الجغرافية ظهرت منها الحركة الاستعمارية معتها في بلهم باللي هما اكتشفوا إفريقيا كذلك يلا نستعمروا هون دولها ثروات استفادوا أيضا من التقنيات اللي كانوا ديرينها المسلمين كما البوصلة هذا الكاشف إلى غير ذلك الخرائط كامل دوها اكتشاف طرق جديدة باش هكذا ينمو التجارة التحر إذن يلا هذه بالنسبة إلى الكشوفات الجغرافية والعوامل الكامل باش ناظت أوروبا يلا الحركة الفكرية والإنسانية يلا نشوفو شمعت حركة فكرية وإنسانية يلا من بين المظاهر التي تدل على وجود نهضة أوروبية في الجانب الفكري والإنساني نجد تطور العلوم والآداب والفلسفة بعث التراث اليوناني من جديد يلا حركة الإصلاح الديني لمارتن لاثر إذن لهنا ويقول لي باش عاودة ولات أوروبا ناضت استخدمت تاني حيلة الفكر والإنسانية إذن حركة فكرية مع أن تتعاود تطور الفكر التحر من العلوم الرياضيات الفيزيك الأدب وغيرها وكذلك الإنسانية مع أن تحاوده ولا للأصل اللي هو سواء تورث اليوناني ولا الإصلاح الديني مع أن تحاوده ولا وشده في الدين التحملي كان بكري نشوفو درس آخر ولا نقطة أخرى اختراع الطباعة يلا نشوفوش كون اختراع الطباعة اختراع طريقة الطباعة اللي كانت سنة 1450 ميلادي طباعة قرابة 9 ملايين من الكتب مع نهاية القرن 15 انتشار اللغات المحلية بعد سيطرة اللاتينية إذن خدموا كذلك الأوربيون على نقطة الطباعة لأن الطباعة لاحظوا باللي فيها كم احنا نقولو مورد أفكار كثيرة مفهم الطباعة قلنا السنة نشفو عليها كانت 1450 ميلادي سوني عليها منذ اسمها خلاص القرن 15 كانوا ما شاء الله شوفوش حال طبعه من كتب 9 ملايين كتاب مفهم إذن هذا رهوت يدنشروا الوعي والفكر في أوروبا وبينسيغ بلا ما نهضروا على اللغات يلا الحركة العلمية والفنية كيفاش خدموا على العلم والفنون دعم الكوشوف العلمية بتطوير السفن وآلات الحرب انتشار الفنون النحت الموسيقى الرسم الثقافة إلى غري ذلك الاهتمام بعلم الفلك والرياضيات اللي كان العالم أنا ذاك غاليليو غاليلي إذن هنا نلاحظوا بلي كذلك كما انتبهوا في الفن انتبهوا كذلك في العلوم وخدوا كما احنا نقولوه عودوا وزيروا وروحهم في شتة المجالات مفهم أبنائي إذن هذا بالنسبة للدرس الأول نمروا للدرس الثاني اللي هو مجالات تأثر الحضارة الإسلامية على أوروبا إذن يلا أوروبا كيفاش اصطروا عليها المسلمين بينا احتقولوا أستاذة بلي سرقوا منا كلش نعم أبنائي إذن يلا نبدأوا بالمجال الفكري المجال الفكري فيه ثلاثة فيه الفلسفة الجغرافية والآدب والمجال العلمي وش فيه فيه الطب الفلك والكيمياء مفهم مجال الفكري تفكروا بليه أنا نهضروا كما احنا زمان شعبة آدب ومجال العلمي كما شعبة العلمية إذن يلا الفلسفة تأثر تأثروا بابن الرشد ابن الرشد التعلم مفهم عالم كان في الفلسفة وتعلقاته المؤلفاته إلى غير ذلك وقد انتشرت أفكاره في الجامعات الأوروبية رغم اعتراض الكنيسة عليها تسمى شوفوا الدول كتب التاعه الدول المؤلفات كما احنا نقولوا ترجموها الدول أفكار باش حطوها في الجامعات الأوروبية باش كم احنا نقولوا باش يطوروا وروحوا في الفلسفة في الجغرافيا كيف كيف استفد الأوروبيون من شكون من خبرة الإدريسي إذن لحظوا أبنائي باش نعرفوا شكون نعرفوا كل واحد وش من ماجل يلا فقد ساعدتهم الخريطة التي رسمها على عن الأرض الكروية على التوجه غربا للوصول إلى الهند معنى هم مكنش من بيعرفوا كيفاش يوصلوا الهند من خبرة الإدريسي اللي دوها واللو يعرفوا في الجغرافيا وبياسيو وبدأوا يطوروا الأدب كان الإسبان والإيطاليون الأكثر تأثرا به فقد انتشر لديهم مفهوم ولا مفاهيم الحب العذري روميو جوليات إلى غير ذلك الفروسية الكوميديا الإلهية إلى غير ذلك مفهوم إذن هذه بالنسبة قلنا إلى الأدب يلا الأدب ما عليش مدوش من عندنا كثير لأنه اللغات مش كيف كيف مفهوم اللغة العربية ما يقدرواش يدوها كما كيف ينسخوها لا لا بسحب أخوان دخل الجغرافيا يقدروا يدوها يقدروا يسرقوا الفلسفة كيف يقدروا يسرقوا يلا اللي عندنا دوك المجال العلمي اللي قلنا طب فلك وكيميا إذن في الطب وش الدو درسوا مؤلفات ابن سينة اللي كان معروف في الطب عالم كبير في الطب التي بقيت مرجعا أساسيا في الجامعات الأوروبية إلى جانب مؤلفات الرازي وابن النفيس كما قاموا ببناء المستشفيات اقتداءا بالمسلمين معتنا المستشفيات أول وين كانوا ما كانوش في أوروبا أبنائي وإنما المستشفيات بدو في الإسلام إذن شافوا كيفاش المعمار تحهم الهندسة تحهم مش لازم يكون فيه مش ما لازمش اوب دوها كوبي كولي حطوها عندهم مفهوم إذا جانب المؤلفات والكتب اللي يكتبوها والبحث اللي يكتبها ابن سينة الرازي وابن نفيس إذن يلا الفلك اعتمد البحار ونستكشفون أوروبيون على القياسات الفلكية للعرب قديما ولا للعرب الذين اشتهروا في علم الفلك الذي كذلك قلنا وطوروه إذن هذه بالنسبة إلى الفلك الفلك ابناء يتفكروا باللي ما عندها كما احنا نقولوا بالتليسكوب نشوف كامل وشكين في كوكب الأرض ما تعلق بالكواكب بالنجوم الشمس إلى غري ذلك الكيمياء أعجب الأوروبيون بمؤلفة جابر بن حيان الذي اعتبروه مؤسس الكيمياء الحديثة لاعتماده على التجارب والاستقراء والاستنتاج إذن دو كل ما يخص جابر ابنه حيان مفهوم إذن هذه بالنسبة قلنا للمجالات اللي تأثروا به هذي كي سقسين يقولوا وشنه هي المجالات اللي تأثرت بها الأوروبا في الحضارات الإسلامية قلنا فكري وعندي علمي إذن يلا نمر للدرس اللي بعده اختلال التوازن بين الشرق والغرب اختلال التوازن مع تلميزان ما هوش كيف كيف مفهوم مع أنتها شكون فاز وشكون خسر أسباب اختلال التوازن بين الشرق والغرب أعلاش ولا عندي واحد فايت واحد مفهوم ابتعاد المسلمين عن تعاليم الدين مع أنتها شوفوا نبتعدوا عن الدين هذي شوفوا حبينها ولا كرهناها هذي حقيقة توقال وما لازمش نزعف عليها قد ما ابتعدنا عن الدين قد ما كي ما احنا نقوله تخلفنا كين بزاف ليقول لك يعني التطور ما عندوش علاقة بالدين لا أبنائي كلما ابتعدنا عن تعاليم الدين ربي سبحانه وتعالى كما يقوله يخلينا احنا للخرين تظهور أوضاع الدولة العثمانية وتراجعها سياسيا ما عندك يضعف الدولة العثمانية بكري يعني كانت مسلمة كانت هي كما احنا نقوله شدة منطقة كبيرة وعندها قوة كبيرة وقع يخافها حتى الأوروبيين كانوا يخافوها غير بدأت تفكك فيها إلى غير ذلك ترجع السياسين اوب بدأوا كما احنا نقوله يديروا الخطة دور الفرق والمذاهب في تفكيك وحدات المسلمين إذا الفرق مع أنت المسلمين في عهد الخلفاء الراشيدين إلى غير ذلك بدأوا يحبوا يديروا فرق والمذاهب الشيعي إلى غير ذلك وكل وحد حاب يدير حاشة وحده دور النهضة الأوروبية في ظهور الثورات الأوروبية التي جسدت فكرة إصلاح الأوضاع القائمة وإحداث التغييرات إذن النهضة الأوروبية دارت عدة كما كان نحن نقوله عندها دور كبير إذن نحن نشوفه الثورات اللي دارتهم الثورة معانتها استعمار هذه هي وشو معانتها ثورة إذن أبنائيها هذا هو سباب الاختلال تحت توازن عبيها ولا الشرق هبط اللي هو الإسلام والغرب اطلع معانتها أوروبا والكفار إذن يلا وشنه هي الثورة عفوا الثورة الإنجليزية نبدأ بالثورة الإنجليزية اللي كانت 1688 من مطالبها حرية التعبير وعندي الثورة الفرنسية في 1789 من مطالبها القضاءة للنظام الملكي والطبقية إذن نحن نشوفه كيفاش نقوله بدأت الإنجل ترتبان يعني قبل ما تبدأ تستعمر في الهند إلى غير ذلك بدأت الطالب الحرية هذه وحدة فرنسا كيف كيف قبل ما تبدأ تستعمر إفريقيا والشمال إفريقيا إلى غير ذلك بدأت طالب بأنه يقضو على النظام الملكي والطبقية لشكل كذي خلالهم كما احنا نقوله البلاصة النظام الملكي والطبقية معتها الرئيس يخلي بلاصو الوليدو هذاك الحفيدو إلى غير ذلك طبقية قلنا معتها يا فقير يا غني يعني مكاش المتوسط عندي كذلك ظهور الثورة الصناعية وتحول المجتمع الأوروبي من مجتمع زراعي وتجاري عصر تغيي أحبك ما احنا نقوله من الزراعة وتجارة عود بدلها كامل إلى الآلات والوسائل وبروز الرأس المالية هذا هما الأشياء التي اختل التوازن بينها بين الشرق والغرب معتها احنا ابتعدنا على كل ما هو جيد وهما ابتعدوا عن كل يعني رحوا للحاجات الجيدة يعني انعكاسات اختلال التوازن بين الشرق والغرب معتها احنا وش صران وهما وش صران هم ما فهم طبعا اي بين وش يكون هاد الانعكاسات نمو الفكر الانفصالي وتمزق وحدة العالم الاسلامي مع انت بدينا نتمزق كل واحد وين يروح ظهور الحركة الاستعمارية وتعرض الدول للاحتلال مع انت ابدأ ويحتلونا شافوا تطور العالم المسيحي وامتلاكه لقوة عسكرية هيمنت العالم المسيحي على المعابر والمضايق زيادة ظاهرة التبشير بالمسيحية معتها ولو كثير يدخلوا في المسيحية لانه التي هي المعروفة انتشار لغات اللاتينية كالانجليزية الاسبانية والفرنسية مالقدي بكري كانت الانجليزية وهذه اللغات كانوا يحب زعم يدير العلوم ولا يروح يكمل قرأة لازم يقرأ اللغة العربية ما يعفش يقرأ اللغة العربية يضيع شفوا سبحان الله كيفاش ولينا بالعكس اذا ابنائي هذا كان بالنسبة لجميع دروس التاريخ للفصل الثالث للثالث متوسط كالعادة ابنائي بالنسبة للفرض نقدرناه وشفناه كيفاش يتحل يعني بالوضع يليد ما جيب كلش بالنسبة الاختبار ان شاء الله رح نديروه عن قريب وهذا الملخص نعاوده نكرر فرضا واختبار نخله في رأسكم اذا كالعادة اللي عنده اي سؤال لا يسبساري خليهولي في التعليقات نجاوب ان شاء الله علي في اقرب وقم وكما نقول كالعادة بالتوفيق ان شاء الله